الدولية نتشرف بتقديم الدكتورة زكية بنت محمد الاعتابي من المملكة العربية السعودية أستاذة البلاغة والنقد في قراءة جديدة لكتاب يحمل عنوانا جميلا حقيقة ومتوهجا تحت ظل آية لكي نتمتع ويمكن لنا أن نفيد من هذه المعلومات التي سوف تتفضل بها الدكتورة مشكورة في رحاب منصة كلية الآجاب الجامعة المستنصرية هذه المنصة العلمية المعرفية التي حقيقة نلتقي فيها لنرتقي أخوة أحب زملاء نستقي المعلومة ونتحاور ونتبادل بعيدا عن كل الحدود والمعوقات والإشكالات حقيقة هذه المنصة التي جمعت كبار العلماء والمفكرين من مختلف الدول العربية والدول الأجنبية وبمولد مختلف الاختصاصات فحقيقة بمزيد من المحبة والفرح والسرور نستقبل الدكتورة الزكية ونتمنى لها قراءة طيبة مفيدة وأهلاً وأهلاً وسهلاً ومرحباً بها في بلدها الثاني العراق وبين زملائها من مختلف أساتذة الجامعات العربية فتتفضل مشكورة وأكرر ترحيبي بها أهلاً وسهلاً ومرحباً بالأستاذ الضيف الكريمة علينا وعلى الجامع المستنصرية شكراً لكم أستاذ العربية تفضلي دكتورة زكية ممنونة صوتي واضح نعم دكتورة واضح جداً بداية سنتقدم باعتذار لأن صوتي من بدء من بدء الجائحة هو يعلن غضبه مما يحدث في العالم فعذراً أن خانت حبالي الصوتية في بعض المقاطر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً يسروني في هذه الثقافية أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعات المستنصرية متمثلة في كلية الأداب ولعميد الكلية على وجه الخصوص سعادة الأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي لجميل حفواته كما أتقدم بخالص الشكر لكل من سعادة الدكتور علي سعد مسؤول شعب الضمان الجودة والأداء الجامعي وسعادة الدكتور آيات الجابرة على الاهتمام والدعوة ثم أهلا بالعراق العريق وعن كنت أريد أن أدرب نفسي على نطق العراق بضم العين لأن الجواهر رحمه الله كان ينطقها العراق عندما قالوا له لماذا لا تكسر عين العراق قال يحز في خاطري أن أكسر عين العراق لا كسر الله لها عين الأشعر من مثلي هذا المساء وأنا التي تتوق لعراق الحضار وتتمنى أن تراه رأي العين قبل أن ترحل من هذا العالم من مثلي وأنا التي أوزع قلبي في نفوس كثيرة في هذا البلد الذي رضعنا حبه مع تاريخنا الإسلامي من مثلي وأنا الآن بين الكرام الذين طيل عنهم قد يأكلون لفرق الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكل في حضرة أول مدارس النور ومنارة العلم والدين أستفتح قراءة كتابي تحت ظل آية وقفات بلاغية مع بعض الآيات الذي استقبلت به عامي الجديد حيث صدر في الشهر الحادي عشر من عام 2019 للميلاد جاء الكتاب في 260 صفحة من الحجم المتوسط بدأ بصورة الكهف التي استغرقت 220 صفحة من أصل 260 صفحة ثم صورة العاديات فصورتي الضحة والشرح والحقيقة أن لهذا الكتاب أعمار متفاوتة وأسباب متقاربة وهو في أصله ثلاثة أبحاث في بلاغة القرآن الكريم ترقيت بها على درجات علمية مختلفة فالأسرار البلاغية في صورة الكهف هي رسالتي للماجستير التي ظلت حديثة الأدراج منذ 2004 للميلاد بينما البحثان الآخران أبحاث ما بعد الدكتوراه رأيت أن تخرج للنور لأريح الباحثين من شقة التواصل معي للحصول عليها ولرغبة خفية يطمح لها كل باحث وهي أن يقال عند رحيله مر وهذا الأثر الذكر للإنسان عمر ثاني لم أنشر الكتاب بصيغته الأكاديمية فقط قمت بتغيير مسمياته وحدفت ما لا يخص القارئ ليتناسب ليتناسب مع الهيئة التي تكون عليها الكتب المعرفية جاء الكتاب في ثلاثة عناور رئيسية أولا تحتضل آياتي سورة الكهف ثم تحتضل آيات سورة العاديات والعنوان الرئيسي الثالث تحت ظلال آيات آيتاء سورتي الضحى والشرق قسمت مباحث سورة الكهف على اعتبار أنها الأكثر نصيبا في صفحات الكتاب مبتبئة من أصغر وحدة في الجملة وهي الكلمة حتى تعدد الجمل فكانت تقسيم كالتالي تحت ظل الكلمة القرآنية تحت ظلال الجملة القرآنية تحت ظلال الجمل القرآنية تحت ظلال الصورة تحت ظلال الجماليات البديع تحت ظلال التناسب الصوتي تحت ظلال آيات سورة العاديات تحت ظلال آيات سورتي الضحى والشرح وحتى لا أطيل الحديث ولأن شريحة كبيرة من الحضور ربما يكون ليسوا من المختصين في البلاغة القرآنية سأكتفي بذكر بعض الأمثلة بعد اختصارها وقصها على السفل البلاغي ولن أغصفي تفاصيل التحليل المودة في الكتاب لأن هدفي أن يخرج الحضور ومعهم معلومة تستحق أن تخضر متى ما صافحت أعينهم وقلوبهم كتاب الله رأيت أن تمر ككبسولات سهلة الهضم من المبحث الأول لأنه ليضطرني للدخول في عمق البحث البلاغي ومصطلحاته فكل ما أطمح له أن تكون هذه القراءة صفيفة لطيفة يخرج منها المستمع وفي جعبته حكاية سأسرد خمس آيات وأن بقيت الوقت متسع زدت عليها وحبذ ينبهني الأستاذ الفاضل علي دون خجل متى ما انتهامت لقطة الموهوب لي نعم دكتورة شكرا في صورة الكهف جاء التعبير ربما استوقفنا كثيرا ونحن نقرأ هذه الصورة كل جمعة تصدع وتستطع استطاعوا واستطاعوا ربما هاتين الصيغتين هي أكثر إشكالا في صورة الكهف طبعا في الكتاب وفي الدراسة الحقيقية تناولتها بشيء من التحليل مرورا بدءا من المعجم حتى وصلت إلى التمييز بين الفاض حتى أصل السر البلاغي لكنني كما قلت لكم قبل قليل سأدخل مباشرة في السر البلاغي لأتمكن من على الأقل من سرد أكثر من آية في صورة الكهف جاء التعبير بتستطع وتصدع فجاءت تستطع بعد أن أنهى الخضر كلنا يذكر قصة الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام عندما صارت أحداث العاقل من الوهلة الأولى عندما يقرأ يشعر أن هناك أمر لا يمكن أن يجد له تفسيرا نبدأ بقتل النفس الزكية للقفل أبو الأربع سنوات قتلت نفسا زكية بغير نفس ثم مرورا بخرق السفينة لقوم صالحين لم يؤذوا أحد ثم إقامة الجدار لأهل القرية البخيلة الذين أبوا أن يطعموا موسى ومن معه وأبوا أن يعطوهم شربة ماء فكانت هذه الأمور تحدث أمام موسى والخضر كان يقول لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صدر ونحن نعرف لماذا أساسا موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر عندما قال كأنه قال الله هو كلم الله عندما قال الله سبحانه وتعالى أنه أو اعتد بعلمه فقال الله هناك من هو أعلم منك اذهب إلى حيث الصخرة ستجد منه أعلم منك فذهب موسى للخضر عليه السلام فحذره الخضر قال إنك لن تستطيع ما يصدره قال ستجدني إن شاء الله صادر فذهب معه وكلما حدث أمر خرج موسى عليه السلام من السيطرة على أعصابه ففي كل مرة كان يقول إنك لن تستطيع ما يصدره إلى أن فسر له الكلام فكانت تستطيع كلها كانت قبل أن يفسر الخضر عليه السلام وسيدنا موسى سبب قتل النفس الزكية بغير نفس ذلك الطفل الصغير ثم كما قلنا خرق الصفين بعد أن كانت هذه الحمولة التقيلة تستحق هذا المبنى المتكامل تستطيع دون حذر أي حرف منها فجاءت مناسبة لذلك السياق الذي كان فيه التقل النفس على سيدنا موسى عليه السلام ثم بعد أن فسرت قال أما الغلام فكان أبواء صالحين فخشينا أن يرحقوا موطغيانا وكفرا فهنا زال بعض الثقل من نفس موسى عليه السلام ثم أما السفينة فكانت كان وراءها ملك يأخذ كل سفينة قصبة هؤلاء القوم على قدر حالهم لكن هناك على الضفة الأخرى ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة من نفسه فخرقها الخضر عليه السلام ليرقعها أهدها ويكملوا حياتهم دون أن ينظر أو يضعها في حسفان ذلك الملك الطاضي أما الجدار عندما ذهبوا إلى القرية وأرادوا أن يطعمهم أهل القرية أهل القرية أبوا معروفين بالبخل فأقام الجدار أي أنه مقابل ذلك العمل السيء منهم قام الخضر عليه السلام بعمل جليل فرد موسى عليه السلام فأعذره للخضر عليه السلام أنك لن تستطيع معي صبرا فعندما فسر له قال كانت تحت الجدار كنز بيتيمين في المدينة كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقام هذا الجدار حتى لا ينهدم لأنه لو انهدم الورثة ما زالوا قصر سيأخذ أهل المدينة البخلاء هذا الكنز بعد هذا التفسير كل تلك الأعمال جاءت تستطع ذلك ما لم تستطع عليه صبرا فناسبة الكلمة بالإسقاط حرف التى قفة ما يشعر به موسى عليه طلبوا من ذو القرنين أن يبني لهم سدا حتى يصدوا عنهم ذلك الشر الذي سيأتي من هؤلاء فعندما جاء في سياق التسلق وكان التسلق صعب لا يستطعون أن يتسلقوا ذلك السورة الذي بناها ذو القرنين لأنه أملس وله وضعية معينة له آلية أو كيفية معينة فكان التسلق صعب إذن الصعوبة فيها مشقة فجاءت استطاعوا بينما عندما هم استطاعوا يظهروا ما استطاعوا له نقبة جاء هذا التناسب بين المبنى والمعنى فحلفت التاء عفوا لتناسب خفة التسلق لأن التسلق يحتاج إلى خفة معينة حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك الغرض لكن عندما عاجزوا وتتاقلوا عن هذا الثقب لم يستطعوا أن يذقبوا ذلك الجدار جاءت كلمة ما استطاعوا أو استطاعوا عليه فناسبت هذا الثقل الذي يشعرون به أيضا في استخدام استخدام صيغة فتيا وفتيان وكلاهما جمعان لمفرد واحد وهو فتاة فتيا جمع قلة وفتيان في القرآن الكريم استخدمت في قصة يوسف عليه السلام فجاءت التعبير بجمع القلة فتيا في سورة الكهف قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليتلاء مع نهاية ما وصل إليه الاختلاف في عددهم وهو سيقولون سبعة ثامنهم كلبهم رجما بالغيب فأقصى ما وصل له الرجم بالغيب أي الظنون الظن أنهم ثمانية لم يذكر القرآن أنهم كانوا أكثر من ذلك فجاءت صيغة فتية على جمع القلة لتتناسب مع آخر ما توصلت له الظنون في عددهم في حين أن في صورة يوسف عليه السلام وقال لفتياني جاءت على جمع الكثرة لأن كثرة الغلمان بين يدي يوسف عليه السلام تجسد عظمات الملك فكان يوسف عليه السلام كان حل محل الملك مصر في تلك الحقبة الزمنية أيضا جاء التعبير بالطلوع للبزوغ في قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وفي رواية تقرضهم ذات الشمال ليثبت أن الشمس لا تميل عن كهفهم في بداية بزوغها أول ظهورها بعد الفجر البزوغ هو أول ظهور الشمس بعد صلاة الفجر ولأن أشعة الغروب تساوي في منفعتها كما أثبت للدراسات الحديثة أن نسبة الأشعة من بعد صلاة الفجر ووقت البزوغ ووقت الغروب هي كلها متساوية حتى أننا عندما نتقط الصورة نجد أننا نشك هل كانت في وقت الغروب أم كانت في وقت الشروق فأثبتت الدراسات أن قيمة أو فائدة هذه الأشعة هي متساوية في هذين الوقتين استخدام كلمة وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم السياق يقول أنها تتزاور وقت الطلوع ووقت الطلوع كما قربوه بعض المفسرين أنه قد يكون من الثالثة إلى التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا فهذا الوقت يكون وقت طلوع الشمس هي واضحة في كبد السماء لها حرارة معينة عندما قال الله تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت هذا يعني أنها سكوت عن وقت البزوغ يعطينا الحق أن نقول أنها لم تمل عنهم وقت البزوغ كانت وقت البزوغ تعطي شيئا من ضوئها لأصحاب الكهف وهم في رقدتهم الطويلة عندما ناموا ثلاثمائة وتسع سنوات أيضا عندما قال وتقرضهم ذات الشمال يقال في بعض التفاسير أن وضعية الكهف في ذلك المكان كان لا يمكن أن تعبرها الشمس وقت الغروب أو لا يمكن أن تعطيها من أشعاتها وقت الغروب لكن الله سبحانه وتعالى بحمايته لهؤلاء الفتية جعل الشمس كأنها تقرضهم تقوم بتسليفهم شيئا من نورها لماذا كل هذا؟ لأن الجلود لأشخاص نائمين في حفظ الله الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء هذا الجلد أو هذه الأجساد الملقاة على الأرض في كهف تحتاج إلى ما يحتاج له البشر العادي لأننا لا نستطيع أن نقول لهم أن نقول أنهم كانوا موتى إنما كانوا رقود حتى وإن كانت رقدتهم طويلة جدا فكانت من رعاية الله سبحانه وتعالى لهم كانت الشمس وقت البذور تزور كهفهم كذلك وقت الغروب تزور كهفهم لكنها متى تتزاور تتزاور عنهم ذات اليمين وذات الشمال أي لا تستطع عليهم إذا كانت في وقت طلوعها من الساعة التاسعة صباح حتى الثالثة عطل أحيثة الدراسات الحديثة تعرض الجلد لأشعة الشمس في هذا الوقت الممتد من التاسعة حتى الثالثة قد يتسبب هؤلاء الفتية فهذا كان من إعجازه سبحانه وتعالى في حفظهم أيضا جاء العطف بثم في قوله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب فالحوار الذي دار بين صاحب الجنة هو رفيقي قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لأنها حرف عطف يفيد الترافي أي التباعد الزمني مع الترتيب ومراحل الخلق في هذه الآية لم تأتي كلها كما نعرفها كما درسناها في العلوم لكنها جاءت مرتبة ومعطوف بينها بحرف ثم ليبين أن هناك اختزال لم تذكر جميع المراحل وإنما هناك اختزال تجعل الذهن القدرة على إكمال السيناريو أو التخيل العالم أو العارف أو الناضج الذي يعرف ما هي مراحل الخلق لذلك كان استخدام ثم هنا للإيجاز لغاية التنبيه على أن جميع الأطوار لم تذكر في هذه الآية أيضا جاء العطف بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب أي التتابع الزمن السريع أي زمن يأتي في عقب زمن مباشر في قولي تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما من هنا نبدأ فأصبح هشيما تدروه الرياح لماذا؟ لتناسب الغرض الذي جاءت به الآية وهو التقليل من شأن الحياة الدنيا وسوعة زوالها أي هذه الدنيا التي تخضر وتنمو ويبدو للإنسان قصار جهده وهو يحاول أن يجني كما التمر الذي يزرعه ويحصده نهاية عام أو في أشهر معينة إن هذه الدنيا مباشرة تزود فأصبح هشيما تدروه الرياح ونحن الآن أمام بين صورة من النماء وصورة من الفناء فكانت الاختيار حرف العطف الذي يفيد التتابع الزمن السريع مفيد في هذا المقام أيضا في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة في الدنيا قدم المال على البنون لماذا؟ لأن المال أسبق خطورا في الأذهان يرغب فيه الصغير والكبير ومن له أولاد ومن ليس عنده أولاد وإلى أن الرجل قد ينشغل بأمواله أكثر من إنشغاله بأولاده ونحن نرى في عصب الحاضر الشواهد على ذلك كثيرا كلنا مشغولون عن أبنائنا الأباء مشغولون بالخارج عن أبنائهم لكسب الرزق فكان حضور المال الذي يجمع عليه الصغير والكبير والرجل والأنثى وباختلاف المشارف كان هو التقديم أو هو الأكثر حطورا ويمكن نقرونه جميعنا بالسعادة وهذا لا يعني لا قصور فيه أو ليس عيبا أن نقول أن عندما تخطر في بالنا السعادة مباشرة نقرونها بالمال بعيدا عن المثالية نحن كلنا في حاجة هذا المال كلنا عديدا لهذا المال على مستوى الصحة نحتاج المال على مستوى تسير الحياة نحتاج المال فكان التقديم هذا له مسوض وهو أنه أسبق خطورا في الأذهان كذلك في قوله تعالى أفتت تخذونه عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى يتحدث عن إبليس يقول أفتت تخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو استنكر يستنكر الله سبحانه وتعالى أن نتبع إبليس هو وذريته وكل من يسخرهم لأذية للوسوسة عند الناس فيستنكر الله فيقول أفتت تخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو الذي مقابل بين أولياء وعدو أولياء جمع فكان يجب أن أقول أن يكون السياق عفواً أولياء لكنها عداء عفواً لكنها جاءت لفظة عدو وإن كان يجوز أساساً في اللغة أن نستخدمها على أصلها المفرد لكن لماذا جاءت هناك سر آخر وراء هذا الجمع ثم الإفراد أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو لتشير لفظة أولياء المجموعة إلى كثرة اختلاف أهواء المظلين وتشعبهم وأنهم رغم هذا التشعب إلا أنهم يتحدون في هدف واحد لذلك جاءت عدو مفردة لأن هذا الكل المتشعب الذي يريد الإضلال أصحاب الظل الأهواء المختلفة كلهم وإن تشعبوا دائماً الأعداء لا يتفقون إلا على عدو أكبر والسياقات كثيرة في عالمنا إذا أردنا أن ننظر أو نضرب الأمثلة من الواقع الأعداء إذا كان هناك عدو أكبر يجتمع الأعداء حتى ولو كانوا أعداء فيما بينهم فيما بينهم يكونون على قلب رجل واحد مقابل هدف إذا كان الهدف واحد لذلك جاءت عدو في هذه الصيغة المفردة لأنهم على قلب واحد في الإضرار في المسلمين أيضاً في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضداً أفرد الجمع في عضداً مع جمع المضلين أيضاً في قوله تعالى الذي ذكرته قبل قليل تحقيراً للمضلين وتهويناً من شأنهم فهم أقل شأناً من أن يكونوا جمعاً بمثابة معين واحد فضلاً عن أن يكونوا أعواناً فالجمع في حكم الواحد في عدم الصلاحية للاعتضاء أيضاً في صورة الشرح وهي من الأبحاث الأخيرة في الكتاب جاء التعبير برفع الذكر في قوله تعالى في صورة الشرح ورفعنا لك ذكرت على سبيل الاستعارة في إلهام الناس حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخير وذلك بإيجاد أسباب تلك السمع حتى يتحدث بها الناس ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر لفظ الجلالة ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وكلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم قلنا صلى الله عليه وسلم أنا بهذا الذي أعددته قلت خمسة لكنني ذكرت عشرة لأن الوقت المتاح لي كان نصف ساعة وكنت حريصة جداً أن أترك الوقت الأكبر بعد عرضي للكتاب للمداخلات إذا كنا ثم نجد متسعبة أردنا أن نقرأ من الكتاب كما هو أتمنى أن أكون قدمت المعلومات كما أنا تصورتها لأنني دائماً أحب إذا حضرت مثل هذه الجلسات أنا أخرج بفائدة ووضعت في ذهني لأنها ليست المرة الأولى التي أحضر فيها لأنشطة العراق وجدت ما شاء الله تبارك الله الحضور ليس لغة عربية فقط وإنما من جميع الأقسام ومن جميع شرائح المجتمع فأحببت أن تكون هذه المعلومات بعيدة عن التخصصية إلا في حال إذا كان أحد المستقصين موجوداً هنا ممكن أن نعود للفصول ذات التخصص أعتبر نفسي هنا أنهيت التحليل أستاذ الفاضل تفضل شكراً لكم دكتورة سكية حقيقةً الأرض كان جداً ممتع بما أنه يتناول القرآن الكريم سوف نبدأ الأسئلة مع السيد عميد كلية الأداب أساساً هو أستاذ دكتور في البلاغة وسوف يطرح علينا مجموعة من الأسئلة تفضل دكتور دكتور عبد الباقي بدأت تفضل طبعاً يعني شكر وتقدير للدكتور على هذه القراءة الهادئة حقيقة والمميزة والرائعة والمفيدة بنفس الوقت حقيقة كنت أتمنى يعني كنت أتمنى أن يكون ربط أعتبة العنوان يعني بالمغمون يعني عندما الكتاب حمل عنوان تحت ظل آية حقيقة هذا يعني أعتبة العنوان كانت تعطي معاني متنوعة ومتوهجة وكثيرة لكن حقيقة ربما يعني لقصر الوقت الدكتور ركزت على يعني الجوانب الإسلوبية يعني من البلاغ يعني راحت على منطقة علم المعاني ولم تذهب على منطقة البيانة أو البديع يعني البعد الجمالي في هذه الآيارات التي تناولتها الدكتور حقيقة كانت كانت تركيز على منطقة علم المعاني ومنطقة اللغة في لالة الآيات القرآنية رغم أن النصوص حقيقة كان فيها أبعاد جمالية بالإضافة إلى الأبعاد الإقناعية لأن نحن نعلم أن البلاغة فيها بعد إقناعي وفيها بعد جمالي وعندما يجتمع البعد الإقناعي مع البعد الجمالي سوف يكون هناك تأثير في المتلقي للنص بلاغيا حقيقة كنت أتمنى يعني الإشارة أن تكون إلى الجوانب البيانية في النص يعني التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية التي حقيقة كانت يعني ممتلئة وموجودة في كل تفاصيل الآية التي تناولتها الدكتور بالشلح والتفصيل وربما كما قلت لضيق الوقت وحقيقة يعني تركها المجال للحوارة والمناقشة لم تتطرق إلى هذه التفاصيل عموما الحقيقة كانت القراءة جيدة ممتعة مفيدة حقيقة على مستوى عالي من الدقة وعلى مستوى عالي من التمييز أتمنى للدكتورة المزيد من الإبداع والمزيد من حقيقة يعني التمييز العلمي أيضا كذلك وجدت أن الدكتورة حقيقة تمتلك ذكاء في اختيار العنوانات يعني شاهدت لديها كتاب أنثى الغمام حقيقة وأيضا يعني العنوان هو دلالة على ذكاء الباحث وذكاء الأستاذ لأن العنوان هو حقيقة المفتاح الرئيس لجذب المتلقي إلى الماد المعرفية للكتاب أيضا أقدم شكري وتقديري وحقيقة احترامي وامتناني لهذا الظهور المشرف والمشرق حقيقة للدكتورة بهذا العرض العلمي الهادئ والجميل والممتع وتقبلي فاق شكري واحترامي وتقديري دكتور شكرا لك دكتور أنا ذكرت قبل قليلة أنني لا أريد أنا دائما أضع الشريح الأكبر الذي وضع جهدا ليحضر لي من الفائدة التي سيخرج منها فالكتاب معي وبإمكاننا أن نقرأ جميع مباحة التفصيلية التي تكلمت عنها أستاذي الفاضل لكنني صدقا حتى لا أقول هو ذكاء لكنني قبل أن أحضر المحفل طلبت من الأستاذ الدكتورة آيات أن تضطيني روابط لكيف يسير هذا الكتاب عندكم فعطتني مشكورة ثلاثة روابط وعرفت عن ماذا يتحدثون وكيف يجرى الحوار فرأيت أنني لا أريد أن أكون أنا الأكاديمية المتخصصة التي جاءت بكل هذه الحمولة فقيلة بسيما أن سيحضر لي زملاء تخصصهم نحو زملاء تخصصهم لغة زملاء في الهندسة زملاء في الطب فرأيت أنني ما الإجابة التي أريدها في مثل هذه المحافل ماذا تريد زكية لو كانت هي التي حاضرة تريد أن تخرج بفائدة فوضعت نفسي مكان المتلقي فأعطيت المتلقي ما أود أن أخرج به أنا وحاولت أن أختار الآيات التي أشعر أنها ربما ترسخ في أدهاننا عندما نقرأ صورة الكهس يوم الجمعة فحاولت تكون عبارة عن كابسولات رشيقة على الأقل يشعر الكتاب ذلاغة الصورة عندي كثيرة والوقفات عندها تطول وهي موجودة هذا رغب المختصين أن نقرأها في نهاية إذا الأخوة الفضل انتهوا من مداخلاتهم وبدأ من الوقت بقية وإلا فالكتاب بإذن الله سيرسل إهداء مني لمكتبة جانعة المستنصرية لأنه الكوة خرج من المطبع من قدة أشهر فقط وبإمكان الأخوة يطلعون عليه لأنه غير متاح نسخة إلكترونية لأن الحقوق ما زالت للدعم شكرا لك مرة أخرى شكرا لكم دكتور أزكيا وشكرا الدكتور عبد الباقي نبدأ السؤال الثاني مع الأستاذ الدكتور سامي دكتور سامي تفضل المايك لكم شكرا لكم سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تفضل شكرا جزيلا لأستاذ الكريم الدكتور زكيا من المملكة العربية السعودية على هذه المحاضرة القيمة والتي كما ذكرت إنها قد تناولت في هذا الكتاب المبارك تحت ظل آية وفي هذه الليلة ليلة الجمعة وسورة الكهف وما أدراك ما سورة الكهف والشكر موصول للأخ الكريم الأستاذ الدكتور عبد الباقي لما يقدمه في هذه المداخلات في نادي الكتاب واستضافة الأخوة الأفاضن الأساتذة من الجامعات العربية وغير العربية أقول قد قبلنا الاعتذار من النخت الدكتورة زكية على أنها قدمت محاضرة عامة ومتنوعة لأنها وجدت أن رابط نادي الكتاب ممكن أن يحضرها أكثر من تخصص ولذلك هي ابتعدت عن التخصص الدقيق واعتذرت وكما قالت أنه قد يوجد في المحاضرة من اختصاص اللغة أو النحو أو الصرف أو غير ذلك لكن كنت أتمدنى أنه يطرح قضية أسباب النزول وعلاقتها في هذه الوقفات البلاغية وتحت ظل تلك الآيات ولا سيما كانت أسباب نزول متعددة في سورة الكهف وما أبرزت عنه تلك القصة التي خلدت بوجودها في القرآن الكريم وكذلك ظاهرة العشول من دقية ولا سيما نظم الدرر في تناسب الآيات والسور وتفسير الكشاف الزمغشري وغيرهم لكن على كل حال هذه الأسئلة هي لا تقلل من قيمة المحاضرة بل هي محاضرة قيمة يكفيها فخرا أنها جمعت بين أهل مكة وبين أهل العراق ولما هذا الجمع والتلاقي من صورة الروحية في هذه الأيام المباركة شكرا جزيلا وأتمنى لكم المزيد من التوفير شكرا لك دكتور سامي شكرا لك تعطيبك في محله ضماني أشعر أني ذكرته في المقدمة كيف أنني لا أريد أن أدخل الأخوة في الخصص الدقيق لكن بالنسبة لكل ما تفضلت في تفسير أسميها التفسير البلاغية وهي حاضرة في البحث وبقوة في الكتاب وبقوة بدءا من الزمغشري مرورا بأنوار التنزيل السمين الحلبي أبي السعود حاشية الشهاب حاشية القونوي كلها انتهاءا بلا مبالغة كنت أظل أنني سأنتهي عند ابن عاشور في ذلك الوقت لكنني وأنا أكتب الرسالة كان الشيخ الشعراوي رحمه الله قد توفي فقام ورثته بطباعة حلقات إذا كنتم تذكرونها كانت تعرض على التلفاء فكان له وقفات بلاغية على كل عفوا بلاغات تفسيرية وقفات تفسيرية على كل فران فشعرت أن هذا الرجل يستحيل أن لا يخرج كتاب وفعلا سألت مكتبة الرشد وهي مكتبة مشهورة عندنا فقالوا لي طبع الكتاب تفسير الشعراوي كان أيامها اسمه تفسير الشعراوي قالوا طبع الكتاب حتى الجزء الخامس عشر الجزء الخامس عشر من حسن حظي أنه كان يقف على صورة الكهف تماما فحبان هذه أعتبرها كرم رب العالمين عندما وأنا أشط بمحتي للحظات النهائية وجدت كتاب الشعراوي فكنت أظن أنني سأطف عند ابن عاشور ابن عاشور يمكن في الفل ميتين ونحن نعتبر حديث من المفسيرين الحديثين فالحضور الأصحاب التفاسير البلاغية التي أحب أن أسميها أنا البلاغية من الألوس والأسماء التي ذكرتها قبل قليل كلهم لهم موجود في هذا الكتاب إن شاء الله إذا وصلتكم النسخة المهدى تطلعون عليها أسباب النزول موجودة في الكتاب لكنني في هذه النصف ساعة ماذا يعني نصف ساعة يعني أن تضغط ميتين وستين صفحة في نصف ساعة هذه تحتاج إلى ذكاء عظيم قد لا أمتلكه ورأيت أن على الأقل نحب أن نقود شيء ونؤجر عليه في نفس الوقت فالليلة مباركة كما تفضل الدكتور أنها ليلة جمعة فلو لم نخرج إلا من هذه إذا وأن كنت أظن أنها للمختصين وقراء القرآن الكلم لا بد أنهم وقفوا عندها لكن حسبي أنني اجتهت وانتقيت لهم ما يجعلهم وهم يقرؤون الصورة بدءا من الليلة يتذكرون هذا الربط الذي حاولت أن يكون رشيقا ليخرجوا من هذه المحاضرة على الأقل بقيمة واحدة لو بقيمة واحدة لكن أصباب النزول موجودة الرجوع لجميع الكتب التي قد تخطر على البال ما أسميها الكتب البلاغية حتى غير البلاغية ابن كثير موجود والفرط الموجود كلهم موجودين حتى أصحاب الرسال ثلاث كلهم موجودين كل ما وما كنت أرى أن بغيتي ستكون فيه وآخرهم كان الشعراوي الشعراوي طبعا بعده أنا كتبته في البحث سحب الكتاب من السوق إذا كنت ساتذت في البلاغة القرآنية لأنه كان رحمه الله موصي أن لا يطبع باسم تفسير تقول للورثة فسحبوها الورثة وكان تبريرهم أنه قال تنزل للسوق باسم خواطر الشعراوي لأنه لا يريد أن يتحمل حمولة هذا خاصة الشعراوي رحمه الله كان يتهم أحيانا بأنه يتبسط مع الله سبحانه وتعالى خاصة العبارة المشهورة عندما كنا نستمع لها عندما يقول وقال باللهجتها المصرية ثم يفسق فالباع أنه في هذا عدم احترام لقداسة القرآن الكريم فسحب الكتاب من السوق باسم تفسير الشعراوي ونزل أعتقد الآن جميع القرآن الكريم باسم خواطر الشيخ الشعراوي أعتقد 30 مجلد إنما أكون واهمة شكرا لمتاحلتك أستاذ الفاضل شكرا لكم دكتور الآن سؤال آخر من الأستاذ الدكتور على جبر الموسوي مساعد رئيس جامعة العميد فليتفضل المشكورة دكتور فقط أضغط المايك من جانبك دكتور علاء المايك من جانب كم فقط أضغط عليه دكتور نذهب إلى مداخلة أخرى دكتورة لطيفة دكتورة لطيفة تفضلي سلام عليكم سلام عليكم دكتور سلام عليكم سلام عليكم دكتور وتحية لدكتور العميد السلام عليكم سلام عليكم الدكتور عبد الباطي البلاغي اللامع في قسم اللغة العربية يضاه الله على هذه المحاضرة التي رعاها كانت برعاها طبعا كيفية الأصف العزيزة بالصورة الجهية على جمال التأدير ورشاقة العبارة وسلاسكها والهدوء الذي أحافر المحاضرة وكأننا على رؤوسنا الطيب مجتمع لها إذ قال الله تعالى في نحن مستاذه وذلك إذا ذكر الله وذلك قلوبهم وإذا فيه عليه آياته ذاته الإيمانة صدق الله لألمي العظيم طبعا شكرا بكثرة المحاضرة الرفيقة المستصرة التي لم يتبع تطبيق الجوانب الماضي ما وردت الآيات المبعارة فقط لدي وجدت أن المحاضرة قد ركزت الأسوى بكثرة مع أسدارة المقبول أنها ركزت على القضايا اللغوية الفكيان والفكية والطنوع والبجوع وتصطع وتحبثوها قضايا تعطين حضرت الشعيدة تعارفينها بقضايا بلادية ونحوية ولغوية فقط طبيعة السياق يعني هم يستمع من جنابك عن طبيعة أنه هذه السلمة أحيانا القرآن الكريم ترجمتها لكن سأطي معنا الشفرة أو الشفرة بحسب الشفرة السلمة واحدة قد تكون سلمة عيون تدل على الشفرة لكنها في السياق تدل على القلة هذه السبب كذلك في قومه تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم طبعا نصر العين السلمة أنه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون في المستقبل ويقولون الآن خلس سادسهم ثم يقول ويقولون سبعة وثانينهم كلبهم فالرب يأعلموا بأدتهم فهنا يعني هذا العدد الصحيح الذي جاء به القرآن الكريم فالرب يأعلموا بأدتهم ما يعلمهم إلا قليلا هما العدد الصحيح وهو سبعة وثانينهم كلبهم يعني لا عدل وهي المصادر اللي حربت في المستعليهم طبعا الدكتور صادر الأستاذ الرائي هو يعني أستاذ التعبير القرآني في الوطن العربي أكيد يعني حضرت طبعا أستاذنا نعم أكيد يعني غيري تكتيرات وهذه يعني يعني كان له يعني مساحة في هذا الكتاب المبارس وهذه الوقفات البلاغية يعني 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 ما عرفت كان له ألا على كل حال طبعا كانت نحضر ميسا عجبات الله خيرا في هذه الليل المباركة وكسبها في نظام حطناتهم وإن شاء الله يقول لنا معا في لقاءات أخرى بالله على هنا في العداد وأضم معا في السعودية أتمنى لكي كل التوفيق وعجبات الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا لك دكتورة شكرا لك الأستاذ الفاضل فاضل السلام الرأي طبعا موجود في الرسالة وهو أول الحضور لأنه من يغفل دوره في بلاغة القرآن الكريم كأنه ما عرف البلاغة أصلا فهو كان لضائفه البلاغية كانت هي الإضاءات التي قدحت وصدقا كنت أحاول أن أقلده وأنا صغيرة في ذلك الوقت وما زلت صغيرة في العلم كنت أحاول أن أقلد هذه اللطافة وتلك الرشاقة وهو يحاول أن يكشف عن الأسرار البلاغية بقوة العالم الجليل فموجود وحاضر في الرسالة الأصلية لعل الرسالة لعلني أستطيع أن أهديها لك دكتورة بي دي اف بإذن الله الرسالة الأصلية فستجدين أن الدكتور موجود فيها بالنسبة لما ذكرته من تحت الظل آية أولا الكلمة لا توصف بالبلاغة وإنما توصف بالفصاحة فمعروف كان عند أهل البلاغة أساتذتنا الترافيين أن لا يمكن أن أنعت الكلمة بالبلاغة إنما بالفصاحة أن تكون خالية من الغرابة وخالية من تنافر الحروف إلى آخره لكنني أجد سبحان الله أن ما استطعت أو بمعنى بالنجد يقول ما طاوعني قلبي أن ألج إلى تفسير الآيات أو تناولها بلاغيا من حيث الصورة والتقديم والتأخير والذكر والحذف والتشبيه والمجاز المرسل والإطناب ما استطعت أن ألج لكل هذا العالم الكبير المدهش دون أن أقف باللفظة القرآنية ربما كان في قضية كبيرة تسببت في أن مناقشتي للماجستير استغرقت خمس ساعات مؤلمة لأنني قلت وكنت معكدة برأيي ومازلت أن الترادف في اللغة العربية لكنه ليس في القرآن الكريم فكل لفظة جاءت في آية هي جاءت لي لا تنوب عنها لفظة أخرى وكنت قد استندت على ما قالت بنت الشاطئ رحمه الله في أعجاز البياني في القرآن الكريم فكان أحد الأساتذة ضد هذا وكان حضرا للمناقشة ومعه ثلاث حقائب دبلوماسية وكل مرة كان يفتح كتاب ويرد علي فكانت قضية مؤلمة لكنني خرجت منها وأنا أعتبر نفسي أنني لست مخطئة هو رأيي أفرضه أعرضه ولا أفرضه وكنت أرى فعلا كمؤمنة كمسلمة وأنا أقرأ القرآن أقول مستحيل أن هذه اللفظة لم تأتي إلا في هذا ينوب عنها غيرها في هذا المكان كلمة باخع في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هي بمعنى قاتل وبمعنى مهلك لكن الله سبحانه وتعالى اختار كلمة باخع لماذا؟ لأنها تدل على الألم الطويل البخح هو أن أصل بالداب بحد البخاع أي هي تذكرني دائما بصورة الضحية إذا أردنا أن ندبحها كانت ثلاث ضربات والثالثة تكون في فصل الرقبة إذا وصلت حد البخاع فالألم التشبيه هنا مؤلم نفس الآيات التي ذكرتها أنا هنا عالجتها في بقية الكتاب عالجتها من حيث التقديم والتأخير عالجتها من حيث الذكر والحاذف من حيث الإجاز والأطناب من حيث الجملة الخبرية والإنشائية من حيث التشبيه المجاز والاستعارة بجميع أنواعها كل آية عالجتها أكثر من معالجة لكن كل في فصل أيضا عندما قلت أنني أريد أن تكون تحت ظل كلمة كأني أريد أن أنحي نفسي عن هذه المساءلة لأنني صدقا كل مرة أخوضت البحث القرآن الكريم كلام الله كلما زدته في ترنزادة كمعنى فكلما ولجت للبحث في القرآن الكريم يأتي لي سؤال من أنت ربما من أدبني هو أستاذي في الدكتوراه كنت جامحة في الماجستير لكن أستاذي في الدكتوراه كان رجل متحفظ جدا جزاء الله عني جنات النعيم وكان رجل قاسي قسى لي يزدجر قسى وعلمني كيف أكون متأدبة مع كلام الله سبحانه وتعالى كان يقول لمن أنت حتى تأتينا في القرآن الكريم بهذه كنت أشبى ما يكون أحاول الأجنح عندما أتحدث عن الصورة أطير فيها برشاقة أحب الصورة أحب الحديث عن الاتعارة عن المشبه والمشبه بي عن التشويه التمهيلي عن الصورة المنتزعة من مفرد والصورة المنتزعة من هيئة فكان دائما يروض جموحي يقول هذا كلام الله ليس من حقك أن تجنح فيه للخيال فنعمت في الماجستير والدكتورة بأستاذين رحم الله أستاذي في الماجستير الدكتور غالب الشاويش من الأردن وأطال الله في عمر أستاذي من السعودية كلاهما أعطاني مدرسة مدرسة جعلتني الآن وأنا في هذا العمر أقول يا الله كم كنت جامحة وكم حدأني كم ذلك المشرف الأول أعطاني قيمة الباحث كوني باحثة انطلقي حلقي وأعطاني هذه الثقة ثم جاء الآخر ليسطل الستار على مسيرة البحثية ويقول كلام الله لا تقول فيه إلا ما يجوز أن تقول فيه فكلها حاضرة والكلمات أو تحت من الكلمة هي أساسا ليست من البلاغة وإنما من الفصاحة عفوا للإطالة إذا كنت أقل شكرا لكم دكتورا عفوا لدينا مداخلة أخرى دكتورا أنوار جاسم تفضلي دكتورا أنوار المايك لكم فقط تضغطي على المايك من جانبكم دكتورا أنوار دكتور علي السلام عليكم عليكم السلام صوتكم واضح الصوت واضح نعم دكتور شكرا شكرا لك دكتور علي سعد زكا الله خير أهلا بك دكتورتنا زكية في بلدك العراق تحيلة زميلتنا والله السلام عليك دكتور أيضا عبد الباقي خزرجي كلامك آخر أنا عندي مداخلة بسيطة جدا أكراض بسيط على معنى استطاعوا واستطاعوا لأقتبا قبلها أحب أشكرك جزيل الشكر على حضورك ومشاركتك في جامعاتنا وفي كلية الأداب شكرا لك وعاش السانك وصح السانك أنو لا يوجد الترادق في القرآن فالله لديه الكثير من الكلمات التي لا تنفذ فلا يجعل معنى في كلمة واحدة يتحمل معنين أو ثلاثة فمثلا كلمة الأب في القرآن أبو أكم يختلف عن الأب الوالد صحيح وكذلك أمهاتكم الجدة والخالة أمهات جدة الجدة مو؟ الأم وأم والأم أما الوالدات يرضعنه فقط الأم والوالدات اللي ترضع فعاش السانك في كثير الكلمات التي دخلنا عليها في القرآن لا يوجد ترادق فيها أما لديه شغلة بسيطة جدا هي كلمة استطاعوا واستطاعوا واستطاعوا إنك لن تستطيع معي صبرا سلام الخضر للنبي موسى فلو ترين أن استطاع استطاع في كلمة استطاعوا الآية في استطاعوا له نقبة ولن تستطيع مع صبرا ألا ترين أن هذه الكلمة فيها معنى أقوى وجازم أكثر من استطاعه بالخفة أم بالإثبات نعم في عدم الاستطاع نهائيا فهو قال لن تستطيع أنا مجسر بلاغة أقدم لك نفسي لتواضع مجسر بلاغة ودكتوراه في الأدب المقارن شكرا شكرا أو لن تستطيع فهو مستحيل يستطيع أي يفعل هذا الشيء نعم لو قال له لن لن أستطيع أستطيع وليس تستطيع أستطيع لك ربما موسى قدر يصبر في حادثة أو حادثين تمام هذا دليل الآخر أنه في معنى استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقر ألا ترين أن استطاعة الظهور وصعود السد سهلة سهلة أسهلة من الاستطاعة فلو وضع سلم أو أحد يرفع أحد آخر وهكذا استطاعوا أن يعبرون في أدة طرق في ذلك العصر يستطيعون أن يعبروا أهنهم يستطيعون أن يعبروا هذا السد أما الاستطاع له نقبا ألا ترين أنه زبر الحديد وصب له زبر الحديد وحددون لكلمة الحديد فبذلك الزمد تتوقعين أنه ينقبون ويثقبون ومن الأسفل طبعا النقب من الأسفل علم الصعود من الأعلى رغم أنه أعلى الاستطاعة لكن يستطيعون استطاعوا فما استطاعوا ربما يستطيعون أن يظهروا لكن استطاعة النقب مستحيلة كما هو استطاعة أن يصبر النبي موسى مستحيلة التي قلت أنه الاستطاع هي اللي خفة والاستطاع الاستطاع يخف الخفة في الصعود هي السهولة انه كلمة اصطاع كل حرفتها بها اعطى معنى اخف اخف ليس في خفة الكلمة كلفظ لكن في امكانية حدوث الفعل اما الاستطاع مستحيل حدوث الفعل كما هو في كلمة او في الآية القرآنية انك لن تستطيع مصدرة شكرا لك الجزم والعدمة عالجت عالجتها في تحت ظل الجملة لانا قصنت الكتاب تحت ظل الكلمة ثم تحت ظل الجملة اللي هي بلاغة الجملة اللي هو التعبير بالجملة الاسمية والفعلية نعم عالجتها في هذه الجزية الخاصة بالجملة الاسمية والفعلية اذا دخل عليها الجوازم او النواسط في مسألة الخفة للامانة في الكتاب مذكورة عدة اقاوين عدة اراء للعلماء لكنني رأيت فبإذن إذا اطلعت على الكتاب متجدين أنني حللت مسألة لماذا لن أيوة ولماذا الخفة والآراء لكنني كنت في هذه العجالة اقتطس ما كان يوافق ما أردت أو ما شعرت أنا أنه بالنسبة لي الذي جمعت عليه الأدلة الأكثر شكرا لمداخل سنأخذ المداخلة الأخيرة لضيق الوقت الأستاذ الدكتور رعد أحمد علي تفضل دكتور دكتور رعد تفضل السلام عليكم عليكم السلام علي نعم الصوت واضح طبعا بدأنا أعبر عن شكري وتقديري لأستاذ الفاضل الزكية الاعتيبي لهذه المشاركة الجميلة من البلد الثاني في السعودية العربية وشكرا لعمادة كلية الآداب على هذا الانفتاح النقدي والأدبي واللغوي مع بقية الزملاء والأخوان في الأقطار العربية وشكرا لزملاء الحضور في هذه الجلسة حقيقة وأنا أتأمل في عنوان الكتاب للدكتور زكية وأجد فيه نوع من الشجاعة لهذه الباحثة عندما استطاعت أن تتحدث أو أن تخوض في بحر لجي هذا البحر الذي ما زلت أتذكر عبارة أستاذنا الفاضل فاضل السام الرائعي عندما قال لنا في محاضرته الأخيرة قبل عام أو أكثر بأنك الجريم يسلم الجميع رغم كل هذه الدراسات التي أتت ولا ربما جاوزت الآلاف من دراسة العلماء المدامة والمعاصرين هذه إشادة حقيقة شجاعة للدكتور الزكية التيبي أن تتحدث أو أن تؤلف تحت هذا العنوان الذي فيه شيء من العمق والمغامرة والشغف أيضا في أن تسجل حضورا مع هذه الحركة الإبداعية والبلاغية واللغوية التي ما زالت تمتد من القرآن الكريم أنا أعرف أن الأستاذ الفاضل الزكية العتيبي من الأساتذة الذين كتبوا في الأدب وفي البلاغة وهي كاتبة وتملك قلما استطاعت أن تؤلف بعض الكتب الإبداعية في هذا الجانب وما استمعت إليها في قضية البلاغة في القرآن الكريم لربما أن الكتاب يحتوي على ما يمكن أن نتحدث فيه عن الصور الفنية المتحركة في النص القرآني والمفردة لربما لا تمتلك هذا التحرك الجميل الذي تمتلكه الصورة القرآنية لأن الدلالة في الصورة تكون أكثر سعة وأكثر مقدرة في تعدد هذه الدلالات المتنوعة للمفردة بين موقف وآخر بين صورة وأخرى بين حكاية وأخرى والتي تتداخل فيها الأساليب اللغوية وأسرار البلاغة التي تحدثت فيها وقد قرأت كثيرا ووقفت مع أستاذ الدكتور عبد القاهر الجلداني كثيرا فوجدت فيه أنه أراد أن يقول بمعنى آخر أن الإعجاز هو توخي معاني النحو ولكن المتأمل إلى هذا الجهد الكبير لهذا العالم العظيم يجد أن دلائل الإعجاز هي ليست في أصول وثوابت النحو الثابتة وإنما أن هذه الأصول هي المتحركة التي تعطي النص القرآني وكذلك أيضا تعطي كل النصوص الإبداعية ليست فقط القرآن الكريم هذا التحول الجميل في دلالات المفردة أو في ربما ساعة الموضوع ومساحة القرآن الكريم وضيق الفترة الزمنية المخصصة للباحثة الكريمة قد وقفت بشجاعة واختارت بعض النصوص وفي سورة الكهف الأمر الذي جعلها لا تخرج عن دائرة الخط الأول من القياس والتفسير اللغوي للمفردات في بعض الآيات والحروف كذلك لذلك أنا أشكر أعبر عن شكر جزيل للأستاذ الفاضل الدكتور الزكية العتيبي وأرجو أرجو أرجو وهي كاتبة وهي أديبة ومبدعة في كتاباتها أن تتقف لربما في كتاباتها القادمة إن شاء الله بإذن الله أن تتوقف وأن تبحث عن هذا الهم الذي ما زال موجوداً والذي أثاره عبد القاهر الجرجاني من قضية الإعجاز القرآني ومستوى الصورة ومستوى الصورة القرآنية ككل ومستوى القرآن ككل هذا التحرك الدلالي هو الذي يعطي الصورة وهو الذي يعطي الإعجاز أو الذي يعطي ما نسميه نحن أيضاً في الأدب الإنزياح الإنزياح في الصورة والحركة والدلالات والتي تعطي للمتلقي بحسب مستوياته الثقافية هذا التأثر والتعاطي بين النص بحسب هذا التبادل الثقافي بين المتلقي وبين النص أشكركم شكراً جزيل وشكراً لأخت العزيز الفاضلة دكتورة زكية العتيبي وأشكر الأخ علي السعدي وكل الزملاء الذين وقفوا على هذا اللقاء وحققوا هذا النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله شكراً لكم دكتور أنتم مسكي الختام لهذا اللقاء تفضلي دكتورة زكية أشكر الدكتورة رعد على مداخلته ولو كنت أعلم أن كافة الكثيرة ستكون من أهل الإختصاص لأرضيتهم لأن التحليق مثل ما تفضل الدكتور رعد في الصورة تحديداً وانزياحاتها مدهش ومدهش في القرآن الكريم قشعريرة وأنت كباحك أمانك الآيات والتفاسير وفي رأسك تدور ألف فكرة مجنونة لتتحدث عن تلك الانزياحات المدهشة انزياحات حتى لو اقتبسنا وضمننا ووضعنا نصينا على بعض المجازات في أعمالنا الأدبية لن نصل إلى عظمة القرآن الكريم فعلاً القرآن الكريم معجز ومهما قرأت من التفاسير وأنا التي أحسب نفسي أنني أتدرج تاريخياً لأنسب المعلومة لأصحابها وكنت أظن أنني لن أجد بعض الأسرار كنت أكتشفها وأنا أقرأ الآية لكن وأنا أبحث في الكتب القديمة أجدهم قد سبقوني لها لدينا علماء مدهشين تكلموا وإن لم يقولوا أن في هذه الآية انزياح وإن لم يقولوا أن في هذه الصورة حشت من الكلمات سبحان الله الشيء الوحيد الذي أخرج به كلما بحثت في القرآن أن كلام الله كلما زدته فكراً زاد كمعنى ولو أطعت نفسي وعدت مرة أخرى لصورة الكه أظن أن الإنسان أكتبها بطريقة مختلفة لكنه هو الإنسان أو هو البشر لا يوجد إنسان يكتب شيء ويرضى عنه وهذه ربما علامة صحية للكاتب عليه أن لا يخاف منها وإنما يستبشر أنه لم يأخذه الغرور بما وصل لهم للعلم فصدقاً قبل أن أنا قلت الكتاب هذا من 2004 2004 مضى عليه ما يقارب العشرين سنة وكنت لا أملك الجرأة لأنشره لكن كانت يباحثين يتصلون يريدون أن يأخذوا بعض الأشياء في صورة الكه فرأيت أنه علي أن أكون شجاعة وأقول هذا الكتاب كان في ذلك العمر الصغير يمكن عمري وقتها كان ما يقارب خمسة وعشرين سنة لم يكن أقل وأنا أخذ هذا الغمار هذه اللجاج الصعبة علي فقلت يخرج فكري ولتكن عندي هذه الشجاعة أنا أقول ذلك فكري في تلك الأعوام لكنني صدقاً هذا هو الذي جعل هذه الرسالة من 2014 حتى 2019 من 2004 إلى 2019 وهي حديثة في الأدراج كنت لا أملك الجرأة الكافية لكنني في نهاية آمنت أنني عندما أخرج فكري للوجود أقول لهم كنت وصرت فهذا بالنسبة لي مؤشر يشعرني بالإطمئنان وسعيدة أن مداخلة الدكتور رعد جاءت فعلاً تخاطب هاجسي الذي أخافه لأنني فعلاً الصور بالذات في صورة الكهف تحمل حمولة وحشد كبير الكلمات التي استفتحت بها قراءتي هي مجرد كلمات رشيقة كبسولات وأقول فيها هذه أنا فقط وإلا أنا لم أفعل شيء في تلك العجالة التي استضليت فيها بالمفردة إلا فقط بالتفاسير وتقريباً عفواً للمعاجم وتقريب المعنى اللغوي من التفاسير الخفيفة لكن شغل الرسالة كاملة هو في الصور التي جاءت بعد ذلك شكراً مرة أخرى لكل المداخلين شكراً لجامعة المستنصرية شكراً لسعادة العميد وسعادة وكيل الجودة نحن نسميها وكيل جودة عندنا في السعودية شكراً للسعادة التي كانت معي في هذا الأختيار أضع الأستاذ بارك الله فيكم دكتورة زكية ولكل الزملاء معنا على منصة كلية الأداب حقيقة تشرفنا بكم وبمعلوماتكم القيمة ونسأل الله أن نلتقي بكم مرة أخرى بلقاء آخر وكتاب آخر تحية تقدير من قبل كلية الأداب متمثلة بالسيد عميد كلية الأداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر وجميع الزملاء من مختلف الجامعات ودول العالم ومن مختلف التخصصات شكراً لكم مرة أخرى شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً مساءكم سعيد أسعد الله مساءكم في أمان الله شكراً جزيلاً